قبل ما نبدأ وما تنسى واشتركوا جامل فيديو تشتركوا في القناة ديانيوز توداي باجدي ما يصلكم جديد الأخبار ومشاهدين كرام أهلا بكم خبر صار بالمتقايدين بالمغرب رفع التعويضات العائلية وظرف المعاشات عن الانتحاد المغربي للشغل عن خبر صار لأجراء الخطاع الخاص والمتقايدين المنخرطين في الصندوق الوطني والدمان الاجتماعي وذلك عقب الشماع مرتوني دام ساعتنا وأوضح الاتحاد المغربي للشغل في بلغ له طلعت عليه أخبرنا أنه تم إلغاء الشرط المجحف باستفاء 3240 يوما من التصريح لاستفادة من حق المعاشة بفضل نضالات النقابيين وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه سيتم صرف معاشات أجراء القطاع الخاصة المتقايدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من التصريح من استراد مجموع الشراقاتهم الخاصة إضافة إلى اشتراكات المؤدات من طرف رب العمل وأضافت النقابة أنه سيتم رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس من 36 درهم إلى 100 درهم كما ستتم الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقلوا سنوهم عن 21 سنة وأضحت النقابة أنه ستتم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض آمو ترجمة نانسي قنقر